اهلا بكم في موجز الاخبار كشف قيادي حوثي عن تواصل بين مليشيا الحوثي والسفير السعودي محمد الجابر تم بموجب الابلاغ بإيقاف قرارات المنك المركزي التي تقضي بإلغاة رخيص 6 بنوك تجارية تخلفت عن نقل مقرها الرئيسية من صنعاء إلى عدن أشار القيادي المقرب من زعيم المليشيا علي ناصر قرشة في تغريدة على حسابه بمنصة X إلى أن آل جابر أبلغهم بأن البنوك ستواصل عملها كما كانت سابقا في إشارة إلى بقاء مراكزها الرئيسية في صنعاء وأوضح أن المليشيا سوف تستمر في التواصل مع السفير السعودي لمعالجة بقية الأوضاع حد قبلها في السياق شهدت مدينة مارف تظاهر شعبية تطالب الرئاسة والحكومة والبنك المركزي بسرعة تنفيذ القرارات الاقتصادية مؤكدين أن العملة الوطنية ملك للشعب وحمايتها حق سيادي للحكومة الشرعية رفع المحتجون الذين تهجمعوا في محيط البنك المركزي بالمدينة رفعوا شعارات ترفض تأجيل الإجراءات الاقتصادية معتبرين ذلك خدمة مجانية لمليشيا بحوثي ووصفوا مطالبات المبعوث الأممي بتأجيل القرارات بأنها متعارضة مع المصالح العلية لشعب اليمني وخروج عن مهمته الأممية مشيرين إلى أن أي تراجع لمجلس القيادة يعد خيانة من وطنية وأن أي حوار اقتصادي بعد تأجيل القرارات أو تعليقها انتحار سياسي عسكريا قالت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نجحت في تدمير ثلاث طائرات من دون طيار تابع الحوتيين في منطقة يسيطر عليها في اليمن وأشارت إلى أنه تقرر أن الطائرات غير المأهولة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة يتهداً لأعلان عقباشاً لطيران الأمريكي البريطاني ثلاث غارات استهدفت مواقع في مطار الحديدة في سياق آخر أكدت الأمم المتحدة أن كبار مسؤوليها يواصلون العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لتأمين الإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفيها اليمنيين والعاملين في المنظمات والبعثات الدبلوماسية المختطفين لدى ميليشيا الحوثي وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إنه مر الآن أكثر من شهر منذ احتجاز غالبيتهم تعصفاً داعياً الحوثيين للإفراج العاجل عنهم جميعاً وكان الأمين العام للأمم المتحدة وجه رسالة تضامن إلى موظفي المنظمة في اليمن قال فيها إنه ما زال يشعر بقلق هميق بشأن سلامة المحتجزين تعصفاً من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية شددت منظمة العاف الدولية على ضرورة إفراج ميليشيا الحوثي فوراً ودون شروط عن أربع من أتباع الديان البهائية مختطفين منذ أكثر من عام قالت المنظمة الحوثيين أفرجوا عن فرد من البهائيين الخمسة المحتجزين تعصفياً في مركز احتجاز بصنعال لكنهم يواصلون احتجاز الأربع الآخرين دون تهمة وكانت ميليشيا الحوثي أقدمت أواخر مايو 2023 على اقتحام تجمع سلمي للبهائيين في صنعاء واعتقلت 17 شخصاً تعصفياً وقفتهم قسراً لمدة أربعة أشهر تقريباً قبل أن تفرج لاحقاً عن 13 منهم وبهذا مشاهدين انتهى الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر